مبارح كنت بحاول أعلق على الجدل المصار حول تصريحات الروائية الأستاذة سلوى بكر في البرنامج كنا بنقول أكتر من ملاحظة على فكرة أننا افتقدنا لثقافة الاستماع أو الحوار كان من ضمن الحاجات اللي قلناها مبارح أنه فيه كتير من الناس علقت على المحتوى يعني على الحوار اللي عمالناه مع الأستاذة سلوى من غير ما تشوفه لقيت بعد ما قلت الكلام ده لقيت أن أنا نفسي بهذا التعليق اللي قلتم بارح لقيت نفسي في موضع اتهام رغم تأكيدي على أني لمع ولا ضد اللي قالته الضيفة الكريمة في البرنامج عموما حالة الجدل والحوار هي حالة صحية لكن بشرط بشرط أننا نقدر نسمع بعض ونتناقش بصوت هادي عموما في حالة الجدل المثارة وقفت قدام مقالين المقال الأول كان للكاتب الصحفي والإعلامي الكبير الأستاذ حمدي رز في جريرة المصري اليوم بعنوان قالت سلوى بكر وهو أمام حضراتكم بيسأل الأستاذ حمدي رز ماذا قالت سلوى بكر لتقوم قيامة المحتسبين الجدد وبيؤكد أنه فيه نوع من الاستسهال في استخدام مصطلح اصدراء الأديان خليني أقرأ مع حضرتكم جزء من اللي كتبه الأستاذ حمدي رز في هذا المقال بيقول الإصدراء تهمة مطاطة يهتبلها نفر من المحتسبين الجدد لترهيب المفكرين ووأد الأفكار وسحب المجتمع إلى ظلمة حالكة عودة ظاهرة المحتسب التي كنا لفظناها قبلا نذير شؤمن والمحتسب والحسبة من مخلفات عصر مضى كان المحتسب وعادة غاوي شهرة يظهر في قاعات المحاكم متكئا على عصى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليلهب ظهورنا تفسيقا وتكفيرا الخشية كل الخشية من عودة المحتسب في طور جديد اهتبال الحق في التقاضي والتشهير بالناس ووضعهم أمام القضاء متهمين بالإصدراء الديني والسعي إلى سجنهم وحسابهم على ممارسة أبسط قواعد الحرية الفكرية الأستاذ حمدي رز بيتساءل وبيقول من أعطى الحق لهذا أو ذاك لترهيب المجتمع بسيف الإصدراء والوقوف من الخلايق موقف المدعي وإحالة من تسول له نفسه أن يتنفس حرية إلى متهم في القفص وقبل ده وده بيسأل يعني الأستاذ حمدي بيسأل السؤال الجوهري هل مست سلوى بكر ثابتا دينيا الإجابة على هذا السؤال هنلاقيها في مقال آخر كتبه الكاتب المتميز الأستاذ سيد محمود في مقاله حالة سلوى بكر بجريدة الشروق لما ردوا آل لم تقل سلوى بكر أي عبارة واحدة مسيئة لأي دين لأنها بحكم ثقافتها تحترم حرية الاعتقاد والتعبير وتفهم دوافع الناس للإيمان لكنها في المقابل تنظر لأحوال أحفادها ومعاناتهم في المدارس بعد أن أكبر على حفظ آيات قرآنية صعبة وليست لديهم القدرة على إدراك معانيها هذا اللي كتبه الأستاذ سيد محمود طبعا في مقالات كتير تكتبت وبوستات كتير تكتبت لكن عموما هذه الحالة حالة سلوى بكر زي ما سماها الأستاذ سيد محمود هتخلينا لابد أن نفتح نقاشا موسعا خلال الفترة المقبلة نقاش حوالين ثقافة الاستماع والحوار وقبول الآخر المختلف معنا فكريا الأسبوع القادم بإذن الله هنعمل حلقة نقاشية حول هذا المحور تحديدا وليس بالضرورة أن يكون مركز على حوارنا مع الأستاذ سلوى بكر لكن بالتأكيد نحن في حاجة إلى مناقشة ثقافة الاستماع ولماذا تراجعت هذه الثقافة في السنوات الأخيرة لكي لا نفتح الأبواب لطيور الظلام ترجمة نانسي قنقر